أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وكمان برحب بنجمنا المتميز الحقيقة الناقض الرياضي ومحل الكرة العالمية والأفريقية والأوروبية وكل حاجة أنت عايزينها اللي بيشرفنا النهاردة أحمد مجدي يا أبو حميد مزيك يا كابتن أخبارك زي الفل يا كابتن مدى ما شايف حارتك بخير بقى زي الفل حبيبي ربنا يا أبو حميد منورنا دايما نتكلم عن الدورة الإنجليزية خاصة يعني باستضافة شوية وهنتكلم على بعض الدوريات الأوروبية لكن كالعادة خلينا برضو نروح ونشوف طبعا نجم مصري جديد أو لعب مصري جديد في ألمانيا موسيقى موسيقى يعني الحقيقة لسه رحلة البحث موجودة ونبحث وندور على المصريين اللي بلعبوا في الدوريات الأوروبية على مستوى طبعا الشباب ويعني يشكر فريق العمل لازلنا نبحث وعندنا يمكن كمان القادم كمان هيكون عندنا لعبة مستوى كمان يكون إن شاء الله يأهلوا منهما يكونوا موجودين في منتخباتنا أو حتى على مستوى أندياتنا في الدوري المصري أبو حميد عايزين نتكلم على المحترفين ونتكلم خاصة على نجمنا الكبير محمد صلاح وتاني رغم الدوشة اللي كانت حصلة قبل قراره بتواصل مع ليبر بول وإتمام عقده شايفت محمد صلاح إزاي في الخمس جولات أو ست جولات اللي فاتت بالرغم الظروف الصعبة اللي مر بيها من ضغوط في البداية يا كابتن بس اسمح لي أتمنى الشفاء العجل والسلامة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وإن شاء الله يقوم من الوعكة يبقى في السلامة إن شاء الله ويطمن أنصار وجميلون إن شاء الله يبقى الشيء بسيط بإذن الله بالنسبة لموضوع محمد صلاح إحنا زي ما قلنا يا كابتن محمد صلاح نجح أنه وصل لمرحلة ذهنية قبل فنية بتخلي كل حاجة برا الملعب حاجة وجوة الملعب شيء تاني خلص يعني هو المسألة برا الملعب آه في ضغوطات وفيه قاعد ولا لأ والعرض شكله إيه وما إلى ذلك ده منفصل تماما عن الملعب لأن محمد صلاح عارف إن الملعب هو اللي هجيب كل حاجة غيره مش العكس مش الأمور اللي بتمشي برا الملعب هي اللي هجيب أدائك في الملعب في الملعب هو اللي هجيب لك كل حاجة وده اللي بيعمل وده اللي بيأكده كل مرة إحنا دلوقتي بنتكلم على مستوى مساهمة لمحمد صلاح أنا ما شفتوش مية هيئة لي من أول سيزون من أول سيزون محمد صلاح اللي وقت قال عليه وان سيزون واندر أو عجوبة الموسم الواحد أو الموسم ليف ليفر بول بل بيزيد عليه دلوقتي أولا تقدمه في السن وأحيانا بيبقى فيه شوية إشكاليات طبعا مش باين عليها الحمد لله لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله أي إشكالات جثمانية بس أصد إن السن اللي يعمل في بعض الأوقات زائد إنه بقى دايما كل الفرق الإنجليزية وكل المدربين عارفين إن ده أهم نجم وهو مفتاح لها بالأساس الليفربول فبتفرض عليه رقابة لسيقة محمد صلاح رغم كل ده كل موش لازم يسجل أو يساهم بالصناعة أو بالتسجيل وبيعمل ده بمنتهى السهولة وبيعمل ده بمنتهى السلاسة وبيعمل ده دلوقتي أنا بقيت أحس كمان إنه بيعمله من غير مجهود كبير زي زمان يعني ما عادش بيحتاج كل هجمة يجري للأربعين والخمسين متر آه لو عايز بيعمل ده بيعمل ده بس ما بقاش بيحتاج قوي كل ده دايما لأنه وصل لمرحلة من نضج المكان يعني زي ما بيقول إنه عارف البوزيشنينج بتاعه وشكله إيه بيعرف يتحرك في الأماكن اللي فيها خطورة كل كورة لليفربول وأنا أعني ما أقول كل كورة هجومية لليفربول لازم تعدى على محمد صلاح دلوقتي سواء بالتمرير أو البري أسست أو التسجيل محمد صلاح وصل لدرجة من التأثير تاني احنا كنا مع بعض هنا من حول 3 أسابيع وكان ساعتها قبل ماتش أعتقد أستون فيلا خلي الناس تراجع تاني الماتش اللي فات لمحمد صلاح في البريمير ليج تاني بقول أي ملخص أي ملخص لليفربول نور على كل هجمات لليفربول محمد صلاح لازم مشارك في كل الهجمات في كلها مش في نسبة كبيرة منها في كل الهجمات محدش بيسجل ولا بيصنع يعني مثلا تمرير مكاليستر لدروي النونيز أدي جون البري أسست هتلاقي محمد صلاح موجود فيه دايما هو اللي مد المكاليستر أصلا بيفتح الجناح بشكل رائع بس ما عادش يمحتاج دايما يكون على الخط ولو يحتاج يكون على الجناح هو لسه فت فبيعمل ده فبصراحة يعني بغض طلع كل حاجة عن محمد صلاح كارير احنا شفناها المرحلة الزهنية اللي هو وصل لها يعني أنا نفسي كنت من بعض يعني كنت أحيانا بقول ما تتكش قوي على قصة المنتالي دي وانت بتكلم المصريين وانت بتكلم لأ التك يعني أنا عايزه عادي يبتدي علم الناس فعلا ازاي قدر يفضل في المستوى العالي ده ستة وسبع سنين في أعلى أندية العالم في أعلى دوري في العالم في أعلى لفل كرة في العالم ولو تبص على الكارير كله سبت محمد صلاح المهمة في الكارير من بعد تجربة تشيلسي بالذات انه صلب جدا زهنيا ما فيش أي حاجة بتأثر يعني من بعد تشيلسي في يورنتينا تقال هيفشل الشخص اللي مش هيعرف يرجع انجلترا تاني محطوط دايما في الزون دي انك اتقلق في إيطاليا بس خلاص انت أثبت ان انت لعيب مش بتاع كوالة الدور الإنجليزي فيقعد سنتين ونص في إيطاليا يقفل إيطاليا يرجع انجلترا يعمل موسم خرافي يتقلق انت مش هتعرف تاخد شامبينز ليج انت أعجوبة الموسم الواحد فيدخل الموسم اللي بعده يعمل نفس الشيء على فكرة يا أحمد ده كان وصل لنا يعني احنا أنا برجع معاك بالزمن اللي ورا شوية تقلق السنة الأولى يعني هي السنة الأولى وبعدين السنة التانية أقول لك هو خلاص كده أنا أعتقد محمد صلاح وبعدين التالة والرابعة والخمسة والستة والسبعة والنقطة اللي انت بتتكلم عليها القوة الزهنية مش البدنية كمان القوة البدنية ما شاء الله لسه بأحسن حالاته لكن كمان القوة الزهنية اللي يمكن كان لها مردود إيجابي جدا في المرحلة اللي بقولك عليها مرحلة اللي هو ما قبل أو اللي هو في الانتقالات الصيفية والدوشة لكن تحسن محمد صلاح وأنا قلتها في الحلقات قبل كده أنه عايش في بابل شوية خلاص هو كل العوامل الخارجية دي ما بتأثرش عليه خلاص هو زي ما أنت بتقول الملعب والملعب وبس والجملة الآن طبعا يرجى الكلوب أن محمد صلاح دايما متواجد في الأوقات اللي احنا عايزينها أي أن محمد صلاح لا غنى عنه في ليبر بول انعكس إزاي بقى على كمان أداء ليبر بول ومقارنة بدايات ليبر بول الموسم ده بالموسم اللي فات يعني أنا شاف ليبر بول بدأ بداية ممتازة جدا لو ما كانش الستي ماشي قطر سريع كالعادي يعني كونك الليبر بول بقى متصدر عادي ما فيش أي أزمة ليبر بول فقط نقطتين بس من أول ما الدوري بدأ وده شيء مباشر لحد ما ليبر بول يلعب منشستر سيتي ويتحط بقى في لحظة الحقيقة اللي بتحط فيها كل أندية إنجلترا بتنافس الستي على لقب الدوري الإنجليزي بشوف أنه البداية جيدة جدا خصوصا في ظل الظروف أن أنت بني تيم جديد كليا هو محمد صلاح وفان دايك وأليسون والباكات ترينت وروبرسون بس العناصر تقدر تقول أن هي عناصر من القوامة الأساسي لسه موجودة في التشكيل ولكن كل الباقي تغير كل الباقي مختلف عن تيم ليبر بول اللي هو لعب الخمس ست سنين اللي فاتوا يعني ما فيش مانيه ما فيش فرمينو ما فيش هندرسون ما فيش نبي كيتا ما فيش ديتيجو ألكنتورا ما بيلعبش كتير جاب أربع عجداد في خط النصر رباعي كامل وإنت متأكد يعني هما ما حدش ياخد ده تقريبا غير الناس دي لأربع عجداد فأنهم ينصهروا في التيم أنا بقول لك يا كابتن برضو فيرجيل مهما كانت فان دايك مهما كانت مواصفاته القيادية بس فعلا زي ما بيتقال كده في مصطلح الإنجليز بيقولوه يقول لك المين مان الرجل الرئيسي حتى فيرجيل فان دايك مرة محمد صلاح كان رجع من إصابة كانت مدتها كانت إصابة كاس العالم أعتقد أو حاجة كده بتاعت محمد صلاح قال اللفظ ده قال إن رجع لنا الرجل الرئيسي المين مان اللي هو محمد صلاح سيبك من مين الكابتن سيبك من كل ده المين مان أنا معاك طبعا شخصية اللعب اللي هو شخصية ليبر بول بقت متجزدة في محمد صلاح كقائد وليس يعني الشارع دي بتبقى ليها مواصفات مختلفة شوية الفترة اللي جاية هتشهد إيه بالنسبة لك هنكلم بالتفصيل على الدور الإنجليز لكن ليبر بول هستمر في هذا الأداء على مستوى نتكلم الدور الأولاني هيكون إنت شايف مشواره هيبقى عمل إزاي في الدور الأول على قال لي أنا شايف لا السيزون ده مبشر جدا مبشر جدا لأنه فيه فيه حالة من رغبة يعني ضخ دماء جديدة والرغبة في إثبات الزات يعني فيه ناس كتيرة فيه كذا لعيب عايز يقول أنا أقدر ألعب في ليفر بول أنا جامد أنا أقدر أدي يعني مثلا واترو إندو مثلا عنصر قوي جدا وبدنيا بيلتحم بس هو عنده إشكاليات في التمركز عنده إشكاليات في البرقابة السنائية بيترقص بسهولة بس التحام قوي مثلا فده بيترشد يعني ده بيتقاله إلعب بس لازم يبقى محمي من 3-4 لعيبة كويرة زي سوبوسلاي وزي 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 ماكاليستر وزي الهجوم بقى من محمد صلاح وجاكب ونونيز وجوتا فأنا شايف لا الفريق فيه عمق وفيه غير العمق بقى فيه كذا حد عايز يزبط نفسه يعني اللي بيعمله نونيز السنة دي ملفت لأنه هو آه لسه بيضيع ولسه عنده إشكاليات كتير جواهة 18 بس هو دلوقتي بقى بيعرف يوصل كتير السنة اللي فاتت ما كانش بيديك إي حق أصلا بالخطورة صحيح ما بيوصلش كتير زي دلوقتي دلوقتي بيوصل كتير وبيسج طيب محمد صلاح تقلق غير عادي كمان أنا يمكن في الإنترو تقلق غير عادي كمان لمصطفى محمد مصطفى محمد الموسم ده موسم بداية رائعة جدا بالرغم الإمكانيات الفنية اللي فريق نونتي حتى تكلمنا فيه بردو قبل كده يا كابتن مصطفى محمد قرار بقاءه السنة دي في فرنسا قرار صائب جدا 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 قرار في منتهى يعني الرشد في الكارير بتاعه خصوصا أنه قال أنه عايز يقوي كمان الإنجليزي بتاعه قال كده في حوار سابق أنه لسه عنده مشوار في الإنجليزي عايز يقوي واضح وأنه هو مستهد في الدور الإنجليزي وأنا شايف من المرحلة اللي جاية هو كمان هيستهدف فريق من نص الجدول في إنجلترا أنا متخن ده آخر سنة مية في المية أنا لسه أنا حاقد رأيك في اللي أنا قلت في الإنترو برضو قلت أن يا رب يكون عنده مانجمنت وعنده وكيل يقدر يسوقه بشكل جيد لأن ده مهم جدا في الانتقالات اللاعبين يعني تريزيجي اتأخر شوية في الجزئية دي إن شاء الله أنا شايف أن محمد خلاص مع نهاية الموسم لازم يكون موجود في البريمير ليج لازم يكون السنة الجاية في البريمير ليج عنده كل المواصفات الصراحة أنا واحد من الناس رايف أنا لمست تطوره حتى بشكل متبع يعني بشكل صحفي يعني تابعت تابعت محمد مصطفى في أوقات كتيرة عن قرب جدا غير نوع بلدياتنا يعني من الفيوم بس هو يعني تابعته عن قرب في المراحل السابقة حتى العارات اللي كان بيطلع بلديات المحلة وطلع الجيش والحاجات دي مصطفى محمد اطور تطور كبير جدا جدا في اللعبة برجله يعني مصطفى محمد كان ملفت جدا في المراحل السناء المختلفة في اللعبة بالرسل كان ده أهم شيء ملفت إنه بيجيب من الكرة البيضة والكرة العرضية اللي ضعيفة اللي قد كده وبيجيب الجامد وبيقطع القريبة وبيقطع البعيدة بس كان عنده مشكلة كبيرة إنه دائما عايز الكرة في رجله على الشوت بس أنا فاكر ده كويس جدا ماتش اللي فاب بتعننت غير الفاول اللي بيدول إنه تدرب كتير كمان وإنه أخذ صلاحيات وإخذ شخصية وبيطور نفسه غير كده الكرة في رجل مصطفى مختلفة تماما 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 استحوازه ونزله لحد ونص الملعب والقرارات بتاعتنا أنا عدي من واحد والتاني لا عايز أبين أنا وانت للناس إنه برضو ما تعملوش مقارنة بين مصطفى محمد في المنتخب وشكل المنتخب وطريقة اللعب لأن كان النجمة دي موجودة شوية على محمد صلاح عايز أكدلكو تاني السيستم مختلف واللعيبة مختلفة والرتم نفسه مختلف أنت بتلعب سيزون كامل برتم معين أنت واخد على رتم المدافعين ورتم المباراة ورتم زملائك وإمتى تجي للكرة وأنا عارف أنت تجي للكرة وإمتى لا هتخش في موضوع هو مش مؤثر بصراحة خالص هو لا حتى رقميا هو المهاجم الأفضل في التهديد أكيد مش مؤثر مع المنتخب بالعكس كل إحنا بنسوبرت ليه بالزبط يعني إحنا شايفين أن هو إن شاء الله بإذن الله يكون رأس حرب مصر هو متواجد إن شاء الله السنين جاي كتير طيب نروح للعيب مختلف عمر مرموش كمان عنده تقلق بتقلقه في البوندسليجا مع فرانكفورت مرموش برضو من الناس اللي أخذت خطوة مهمة في مسارتها إنها تتحرك لفريق شوية غير الدقائق بس ما تبقاش قصة حزب الدقائق تبقى قصة احتكاك ونمط لعب زي ما شوفنا مرموش السنة دي كتير قوي غير إنه مثلا أنا بحب أول لعب لما طبعا هي المسألة منظمة في أوروبا محدش بياخد هو مش مدرج في قائمة بس مرموش دلوقتي بقاله في ألمانيا أربع خمس سنين بحس يبقى البيستيكر أو المنفذ الركلات السابتة الأول فماش قري ده بالنسبة لي بيقول إن مرموش ماشي في التراك الصح أو اختياره كان مظبوط لتيم زي فرانكفورت خد ضربة الجزاء ووضح حالا بياخد الفولات فواضح إن فيه تعاويل عليه بشكل كبير في نادي بحجم فرانكفورت موجود دايما في البطولات الأوروبية غير كده مرموش قريب جدا جدا لمنطقة الجزاء الخص مش بس من كونه جناح لا بقى ليه تموقع مهم جدا جوة 18 وبقى بيجيب جوة النهارة السنة جاي بجيب من جوة 6 الحاجات دي ما كانتش بتحصل صحيح حوالين 18 أكتر أو بيخش ويسدد من بره 18 دلوقتي متواجد جوة 18 بشكل كبير ممكن يحصل عدار بالجزاء ممكن يمس الخطورة ففيه تطور واضح جدا برضو في أداءه بالزبط مرموش وبدنيا بيغوى جدا سريع جدا دلوقتي سريع جدا في الأكسلريشن أنا بشوف أنه هو في البيك البدني أنا شايف أنه مرموش بيستعجلس برضو على الخطوة اللي جاية يعني شايف أنه ممكن لو جاله عرض دوري إنجليزي ولا دوري كنت لستها سألك دي كانت بروفا للي ممكن يحصل يعني دلوقتي أنت معاك دلوقتي باير لفيركوزن مع الشابي ألونسو ماشي خطوة بخطوة يونيون برلين السنة اللي فاتت فضل ماشي خطوة بخطوة وبعدين المنافسة من الجولة الخمستاشر أو الستاشر بقت هما ودورتموند الاتنين ودورتموند أنا شايف حتى على ترتيب الأقوى دوريات في العالم بقى الدوري التاني دلوقتي قايمة أرسنل كمان على مستوى التشاملزليك شايف برضو النيني ازاي هل مشاركاته هتبقى الليلة أو السنة دي هل النيني ممكن جدا يبقى إعارة لأحد الأندية زي ما كان بيتم على مستوى الدوري التركي شايف النيني فيه لأنا شايف النيني وجوده بالنسبة الأرتيتة يعني طبعا لي ما محدش هيتساب في أرسنل علشان دور في قط اللبس بس أكيد هو رجل فنيا قادر وهيكمل ولما ينزل هيبقى عنصر جايب وده اللي بيعمله دايما يعني محمد النيني ما كانش غير في سيزونين مثلا من سنة 2015 عنصر أساسي في أرسنل دايما بيكون ورقة تالتة في اتنين خط نص فبينزل ياخد دقايق بس هو بينزل دايما من اللقطة دي يعني حتى كل الانتقادات اللي اتوجهت له في أوقات سابقة كانت لما بيبقى أساسي وبياخد مطشاط ولكن دايما لما بتحتاجه بيكون موجود وبيكون أحسن من كل اللي موجودين وده أنا متأكد ان النيني قاعد في أرسنل عشان يعمله دلوقتي بس الدور الأفضل والأبرز والأهم اللي أرتدي تحطت في النيني ان الرجل ده يعني بيضمن أكتتود هيل في قط اللبس أنا شايف ان النيني وصل للمرحلة دي وده برضو مش سهل خالص لحاجات ما كناش بنسمع عنها في المحترفين المصريين زمان دائما المحترف المصري تراب الميكر عايز يعمل أزمة عايز يتحرك عايز يسبب لا وخلي بالك الاستمرارية كمان اني بقى له سنوات طويلة كمان سنوات طويلة ان شاء الله مصطفى محمد سنوات طويلة بتتكلم طيب على تريزي جي والعودة من الإصابة برضو رجع بشكل مميز وشكل جيد جدا مع فريقه ترابسين سبورت كمان شايف تريزي جي كمان ازاي في البوسم ده مع فرقته هو اول لما رجع بدأ يساهم وبيسجل وبيصنع وكل حاجة تمام وفتنس عالي الفينش لسه ما قالش او زي السيزون اللي فات كان هدف النادي كان هدف وبيعانه بيجي من الجنح وبيقطع مشاور كبيرة شايف برضو ان تريزي جي يعني تجربة الدورة الانجليزية شوية اه فديته طبعا كاسم وكل حاجة بس حاسس انه هو يعني تريزي جي ما شافش يعني فيش مدرب في اوروبا فيه لعيبة بتكون محظوظة احنا بان فيه مدرب بياخدها يعمل منها شيء جامد زي سبالتي مثلا ما عمل محمد صلاح مزبوط سبالتي السنتين اللي قعد مع محمد صلاح في روما يعني باللغة يعني مش عارف اجابة سواء شراصه يعني محمد صلاح كان ناقص شراسة شوية بس سنوات روما وانه اطلع انتقدك في الاعلام كل شوية واقول ان ان انت محتاج تكون كذا كذا فاطلع تاني مرة ابقى فتة اكتر واتخانق مع الضغط بتاع ايطاليا ده شايف ان محمد صلاح رجع منه بعنفوان اكبر بكتير وبكارزمة وبشخصية مهمة لما رأى تريزي جي ما شافش المدرب ده شوي يعني تريزي جي افتقد المدرب ده في مسير تو يمكن المدرب في قاسم باشا كان انا مش متذكر بس الاسم عمل من تريزي جي شيء جامد بس انا شاف ان تريزي جي قصة انه بعيد دايما عن الجون قصة انه بيجي دايما مشاور طويلة قوي اه نقطة التميز عنده انه فتنس يعني فتنس ويز يعني او جثمانيا قادر يعمل ده دايما رقام التهديفية يعني مش رقام التهديفية بيجيب بس دايما بيجي من بعيد انا عايز حدي يعني او ده وجهة نظر انا كمشاهد يعني مش ما ازعمش ان انا يعني محلل تكتيكي قوي بس القصود انه كمشاهد انا محتاج ان الجناح دايما اللي هو التدخل اللي حصل مع عمر مرموش السنة دي مثلا انا عايزه يبقى قريب دايما اه ومحمد صلاح انت كلمت في اللوات دي دي محمد صلاح يعني كان عنده مشاور طويلة ودايما بتلاقي الاسبرينت التلاتين متر عشان يسجل دلوقتي محمد صلاح قريب شوية من المرمى تلزجي موليد خمسة وتسعين او اربعة وتسعين اه 28 سنة ربنا 29 سنة او لا 28 سنة الكلام ده مش مكم يعني الاكسل اللي ليش هنزل عالية اوي والكلام ده فهيحتاج يغير مركزه او يتقلم او تبص تلاقي لعب زي ده ارقامه بتقل فلما ارقامه بتقل ينزل لفل تحت في اوروبا وده اللي امكانات تلزجينا مش شايف ان هي يعني شاف الامكانات تلزجي تلعبه لحد 35 و 36 سنة بس يعمل لحتى ده لانه السرعات مش هتساعده السرعات اللي بيستخدمها دلوقتي مش هتساعده كمان سنتين تلاتة فلازم يتوظف او لازم يشتغل على جزئية ان هو المسحات تبقى اقل شوية يعني الانفراد في انفراد ده يعقول فاول مارشل رجعوا عليه في ترابزون سبور هو عطع المشوار جميل وكسر الافصيد وكل حاجة بس اي لعيب يقطع المشوار ده خاصة لو مصاب وكل حاجة نسبة التفنيش ومع التعف بتكون ليلة هو ده اللي عايز ترزجي بس يعالجه انما غير كده كارير مشرف كل حاجة يعني انك بتعرف تدي المية في المية عندك بجسمك وبزهنك وقعت طول الوقت ده وبعدين ترزجي مر بمصاعب كتيرة جدا لما كان في بلجيكا كان ترجع اي حد سواء بقى من انه ما كانش اللغة احسن حاجة او سواء ان المداربين ما كانوش مقتنعين او الاعارة اللي اعيرها المسكرون او الكلام ده لا ترزجي طلع من كل ده في حين ان بعض اللعيبة اللي طلعت في سنة ترزجي وفي ظروفه كانت بترجع على طول ده انا مقتنع به تماما خلينا خلينا خش على الدوري الانجليزي الجولة الستة الجولة الستة نشوف نتائجها ونتكلم شوية على بعض النتائج المميزة فيها المفاجآت بالنسبة لنا نشوف نتائج الجولة الستة من الدوري الانجليزي طبعا المان سيتي فوزه 2-0 على نوتنغ هام فورست كريستال بالاس تعادل سلبي امام فولهام لوتون تاون واحد واحد وولف هامتون برينتفورد هزيمة 3-1 امام ايفرتون بيرنلي وهزيمة امام المان يونيتد 1-0 أرسنال تعادل 2-2 امام توتنغ هام في طبعا ديربي العاصمة لندن شيلسي والخصارة نتكلم على شيلسي أمام أسنفيل 1-0 ليبربول بسلسية مقابل هدف أمام مستهام بريتون 3-1 أمام بونموس وشيفل يونيتد هزيمة تاريخية وفوز تاريخي لنيو كاسل 8-0 النتيجة اللي انت ممكن تقف عندها هي نتيجة ايه شايفت شيلسي طبعا هو احنا وقفنا كتير على الحاجات اللي زي دي ونتيجة بيرنل ومانشستر وناتد لأنه ماتش خادع جدا تشيلسي وأستون فيلا يعني هو مفيش مرحلة أنا شفت تشيلسي بائس وياس زيه دلوقتي فريق بلا أي أنياب يعني فريق أنا مش متخيل يعني لازم آه طبعا يقاب فيه فلوس في الكورة وفيه كل ده بس أنت لازم يعني قصة أنه أول لما جاء أمي ماشي بيتر تشيك وماشي الناس بتاعت الكورة وماشي المعد وقعب بس فاهم أن هي فلوس أو فاهم أن هي كرة قدم أمريكية هتجيب اللعاب الفلاني وتصرب بالشكل فلاني وتجيب الجماهير بالشكل فلاني وتجيب الاسبو هتنجح ممكن تنجح يعني ممكن رجل أعمال لو تود بويل ده ينجح بشكل يعني كرجل أعمال ويجيب دوت ويعمل عقد رعاية طويل وممكن ينجح بس اللي بيحصل ده تخريب ممنهج لفريق كورة لمدة عشر سنين قدام هو بس مش بيكتفي بالفشل الحالي في فشل ده هو يعني هو بيباني الفشل اللي جاي لا تب بص احنا كان محضرين كمان صورة في زي محمد بيتكلم فيه انتقالات كتيرة جدا نروح ده وهات دوت ومبالغ كبيرة فيه فيه طب لا دي غير أعلى النتائج يعني بعزين نجيب الصورة بتاعة تشيلسي كان من الموسم 2017 لو كان تشيلسي حافظ على بعض اللعيبة يعني كان تشيلسي عنده لعيبة مميزة جدا جدا المشكلة اللي انت بتتكلم عليها انه سنة والتانية يروح دوت ويجي ده بأرقام خيالية حتى على مستوى الانفاق على الفلترانسفيرمن اكبر اندية اللي صرفت لكن ومدير فني جديد وعنده قبرات كبيرة جدا فيه الدور الانجليزي النتائج دي اصلي كمان ما تقوليش بقى هي الادارة بس لكن فيه حاجة غلط في الادارة الفنية حاجة غلط في اللعيبة ما تحسش ما فيش لعيبة هو ما فيش لعيبة هو ما فيش لعيبة فعلا يعني هو مين العنصر التقيل يا كابتن في تشيلسي انزو بس انزو اللي هو انت واحد محتاج كتير عشان يطلع اكتر معنده بصفة العمر وبصفة الخبرات انت لما تجيبه بقى في الشتاء وتخليه اغلى لعيب في تاريخ الدور الانجليزي وتمضيه عقد ثمان سنين انت بتقتل الرجل ده بالحقيقة او بتفرض عليه انه هو تمام انا كده انا كده الكريري خلص لما تجي اللعب عنده 22 سنة وتقوله ان هتأخذ راتب هو الاعلى في تشيلسي ولحد ما يبقى عمرك 30 سنة اللعب ده ما تتوقعش انه يديه لك يعني احنا اللعب الصغير انت بتضمانه اب عقد اللي هو ايه اربع سنين خمس سنين بس بتحطله بقى نسب هتكسبني كذا انما عقد تشيلسي عقد اللي هو غناوة كده تعالى وانت كمان يعني اتشي كومويكا مثلا جميل وعنصر واحد بس ما تروحش تفعل فيه 40 و 45 مليون يورو كل بالمر اه جامد وكل حاجة بس انت انت رميت فيه 40 و 45 تشيلسي مانشستر تستي ما كانش يحلم يبيع بالمر بالرقم ده ده واحد ليه كله عشر مرشاط عشر مرشاط في كاريرو كلها انت بترمي فين وبتعمل ايه قصة المدافعين الكتار قوي بادياشيل ومانو جوستو لا مين دول بادياشيل يعني كل دي كواليتي هات حلوة بس لا كواليتي هات بتتفرج على اليوتيوب طب انت بتتكلم على كواليتي العيبة تعال نشوف كمان دي الصورة اللي يقولك 2014 فيه وخمسة اه بالزبط يعني شوف اللعيبة في كل المراكز بتتكلم على كورتوا بتتكلم على أكي بتتكلم على توموري ده دلوقتي في الميلان رودريجا في ريال مدريجا جيمس الموجود الوحيد الموجود مصاب مش موجود يعني كمان ستيرلين موجود كان موجود طبعا دي بروين وموسيالة بتاع باير ميونيك ومحمد صلاح وموراتة يعني تخيل هي الجزئية اللي بتتكلم فيها انه هو التغيير الكتير وكل سنة تجيب لعيب بمبالغ كبيرة وبعدين الدنيا تعاصلك ويجيب لعيب تاني الأمور دا يعني دا حصيلت ما تم من إدارة تشيلس خلال السنوات اللي فاتت خاصة بعد لا توت بويلي تحديدا يعني توت بويلي قصة الشتة اللي دا صار فيه 350 مليون دا هو الراجل دماغه ان انا هجيب خمس ست لعيبة يكسبوني كل حاجة دلوقتي ايه دا هو فاهم انه كرة قدم امريكية او كرة سلة والراجل امريكي فده منظوره عن الرياضة هات لبرون جيمس وهات هاردن وهات لعيبة بتاعت الباسكت اكيد هكسب ايه بس هو بيعيد ليه التجربة التجربة عملها وفشلت بيعملها تاني ليه وبيقررها تاني ليه هو لما صرف الصرف دا في الشتة دا بيضغط يا كابتن على المريكاتو اللي بعده لازم ان هو يصرف صرف معين في موسم الانتقالات فالسنة دي باع لعيبة السنة دي المريكاتو الصيف باع لعيبة ب350 مليون يورو باع لعيبة سرح لعيبة كده في فريق كامل وجاب فريق كامل الفريق كامل دا ب300 ب280 برضه هو من بين الاعلى انفقن في العالم كله لانه لانه كل الانديه عارف ان دا من الاخر لانه عارف لما تعرف ان في حد يشاري البيع قوي يقولك البيع دا سبون فهو تشيلسي ومانشستر ونيتد زباين المريكاتو من اول السنة اللي فاتت كل حاجة هات دا وده عايزة في انتوني مية تعالى مية وهات انتوني وهم موقفوا عن الكرة بقالوا شوية بسبب القضية اللي حصلاله كامل عيب سانشو وفي الاخر وقفته كريستيان رونالدو متاح يلا تفعلوا هاته وتعالى نتخنق ونهد النادي تشيلسي عمل زب منشستر يونايتد دا بياخدنا بقى اليونايتد لان النتيجة التانية ايوة خدنا بقى اليونايتد خدع جدا برضه فريق بائس جدا 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 بلا اي خطورة بلا اي انياب مليء بالمشاكل مليء بالمشاكل نتيجة خدعة بعد نتيجة خدعة تانية من البيرن في ألمانيا اربعة تلاتة تحسسك انه منشستر يونايتد كان عامل ماتشو خرافي وهم كبير دا واه الماتش دا يخلص تسعين تلاتة يخلص رقم تاني خالص يعني لانه كانوا موفقين زيادة وان كان منشستر يونايتد بصراحة عشان ما بقاش مكتزق لأ كان عنده شكل هجومي مثلا كويس في ماتش بيرن بس ما فيش يعني مفيش أنياب فريق فرق غلبانة فرق باقسة خالص من غير أي شراسة ماتش بيرنلي مثلا في ديها اتنين كرافة العرضة لبيرنلي طول الماتش بيرنلي أفضل طول الماتش تسعين ديها بيرنلي أفضل الجون اللي تلغى مسكو فيه كتير أوي هو أفصيد واضح جدا جون برونو آه تمام الكواليتي تفرق في الحاجات دي كابتن البس حلو والفيرستي تايم جميل بس ما فيش فريق فريق مهترق محتاج تدخلات واضحة في المركاتو الشيء الوحيد اللي يقول لي المركاتو على سواء الإدارة الفنية بعض التقارير أو بعض الروبونس بيتكلموا على إيرك تنهاج أنه هو ممكن جدا يكون فيه تغيير في الإدارة الفنية شايف ده هيحصل ولا لا الدنيا لسه هتستمر على الإدارة الفنية فترة كمان يعني أنا أظن مشكلة التنهاج الوحيدة الأتيتتود الجنب الشخصي اللي هو أنه سريع الخلاف بس هو النادي ده متوتر جدا يعني الوضع متوتر بسبب الإدارة الجليزرس يعني أنا شايف أنه رفض العرض القطري اللي جي في الصيف والإصرار على رفضه الإصرار على رفضه كان محير لدرجة مرعبة يعني أنت كحزب بردو رجل أعمال أمريكي وكان وصل لستة حاجة رقم كان مهول يا كابتن وشايف أنه يعني أنا مش عارف ما عملوش أي جدوى ودي الدخلة اللي ممكن إيه يعني تبقى عاملة زي الصدمة كهربائية كانت اللي تفوق واحد من الموت مثلا بس ده مانشستر ما رحلوش بردو وده كان شيء غريب يعني شيء غريب بالنسبة لي أو توجه بصراحة إنجليزي ضد الفلوس العربية بعد نيو كاسل طيب كنت هاجي لك في نيو كاسل الفرقات اللي واضحة في نيو كاسل بعد سندول الاستثمار الصعودي ما دخل نيو كاسل يمكن السنتين الفاتو أو يعني مينسا نتيجة بيعاني من الهبوط كان عنده مشكلة كبيرة جدا دلوقتي بيلعب تشاميونز ليك ونتيجة كبيرة جدا جدا ضد شفل دو شفل 8-0 من النتائج الكبيرة جدا ونيو كاسل لسه ما عملش أي حاجة يعني نيو كاسل لأنه برضو كان مسقل بمسألة اللعب المال النظيف يعني على فكرة نيو كاسل ما جابش صفقة كبيرة لحد دلوقتي غير إذاك أعتقد من ريالسوس داد طول الوقت لسه نيو كاسل اللي هو برونو جو ماريش دي الخناقات اللي دخلها وكسبها بصوة لسه ما دخلش يعني لسه ما دخلش ومع ذلك راح شامبيونز ليج فده هيددي له برح مدي كويس ممكن يلعب شامبيونز ليج السنة الجاي لو كمل عنده فرصة أنه هو لو وصل التمانية في شامبيونز ليج بيأخذ مبلغ كويس وبيساعده في الفير بلي برضو المبلغ اللي بتطلع من شامبيونز ليج بيبقى لها أولوية لسد العجز في الفير بلي دايما السنة الجاي أنا متخيل هيبقى موسم انفاق كبير جدا لنيو كاسل ولعابة كتيرة فعلا هتفضل نيو كاسل كوجهة بتشارك في الشامبيونز على طول يعني لما هيتارد عليهم مانشستر رونيتد أو تشيلسي اللي مش هيروح شامبيونز ليج أكيد ويتارد عليهم نيو كاسل أو برايتون مثلا من السنة الجاي هيروء بقى ده خلاص ده هي الكرة كده يا كابتن اللابة وده الشكل يعني احنا لو كنا نفتكر بلاك بيرن روفرز مثلا في 95 وبيأخذ الدول كمان الدول الإنجليزي في بعض الأحيان أو في السنوات اللي جاي هكون فيها تغيير شوية على مستوى الطوب تيم على الطوب 5 ها انت فاكر يا كابتن كلمة بيك فور اه طب ما بعدش في بيك فور صح وكان زمان يقولك طب بيك سيكس ما فيش بيك سيكس ما فيش كبار دلوقتي محاك من الأول لحد الثامن أو التاسع فرق بتنافس على كل المقاعد اه طبعا السيتي بيغرد خارج السرب لاعتبارات تخص جورديول انه ما بيسقطش يعني ما بيسيبش ولو زي السنة اللي فاتت متأخر لحد الجولة 30 واحدة واحدة برضو بيطلع السلم واحدة واحدة وفضل يضغطك انما لو بدأ زي السنة دي كده هو ماشي زي ما هو ريلنتلس يعني مش هيسيب الموضوع خالص انما بقيت الفرق لا المنفسقة يعني انا انا مش مع دايما مع المبلغة في انه الدورة الانجليزي هو الاقوى بس هو الافضل والاقوى كتسويق وإعلام بس مش دايما بقتنع بقصة طول المواسم بس طول المواسم في حاجة واحدة بس انه دايما من الاول للتامن أو التاسع الفرق دي نسبها متساوية انها تبقى في المربع دي حالوة يعني البريمير ليج انت بتتفرج على كل الماتشاط انت ممكن تقول ليفربول قريب شوية المان قريب شوية لكن بتلاقي المستوى متقالبة خالص ونتيجة مختلف نتيجة تمانية وتسعة دي بقت تخدك في الدورة الانجليزية ولا بقى خلاص عادي اللي هو ممكن جدا في اي اسبوع فرقة تكسب سبعة وفرقة تكسب تمانية ولا الرقم خدك ده الرقم خدني بس استيل يعني يعني هو طبعا شفلد لسه صعد حديثا ممكن يعني يتقبل ان ده يحصل ده بيحصلش يعني عادة دي طبعا احمد اكبر النتائج في تاريخ الدورة الانجليزية يعني انت بتتكلم على في تسعة وتوتنهام مرة كسب ويجن تسعة واحد بتتكلم على تشيلسي ايام العز كسب استنفلا تمانية سفر وتشيلسي فاز على ويجن تمانية سفر نيو كاسل الاسبوع دوت فاز تمانية بتتكلم من ساوس هامتون المان سيتي طبعا على واتفورد برضو تمانية المانشستر يونيتد على ساوس هامتون تسعة سفر وقرر نفس النتيجة مع احد الفرق يعني مش شايف ساندرلان ساندرلان فبنتكلم على الارقام دي بقت عادية في البريمير ليج ولا انت شايف اولي بعد الاربعة والخمسة والحاجات دي ده برضو ما كانش شائعة وكاد دايما تلاتة واحد اثنين واحد بس منشستر سيتي الخمسة والستة اللي بقت عادية انما السبعة تمانية تسعة الحاجات دي لسه يعني والسنة اللي فاتت سبعة بس ليفر بولو ومنشستر وكانت ضجة مدوية التمانية دي ممكن ما نشوفاش تاني طول السيزن بس هو لو هيقولك حاجة هيقولك ان الكرة الانجليزية ما عادتش بقى كرة الكرات الطولية واللعب العقيم والمشعارف الكرة دلوقتي بقت علم واضح الواحد زياد واحد بيساوي اتنين احيانا لدرجة يعني تداي المشجع اللي عايز يستمتع بس او اللي عايز يشوف فنيات لأ هو واحد زياد واحد بتساوي اتنين دلوقتي بشكل علمي خلاص نيو كاسل صرف كذا هيعمل كذا اديهاو بيجي يعمل كذا ممكن السنة الجاية حتى مع نجاح كبير لنيو كاسل طبوس لهم مشوا اديهاو وجابوا مدرب عشان خلاصت بقت الفيز اللي جاية القاب القاب فعايز مدرب ليه تاريخ في اوروبا مثلا او يعمل كذا فهي الكرة يعني التمانيات والحاجات دي حتى ممكن شوف الديونايتد اه ما اتغلب بنتيجة كبيرة بس ممكن الادارة الفنية مش حاسة بزلزال كبير او اي حاجة غير انه صاعد لا لانه ده بقى بيحصل في الكرة طيب على مستوى ديربي ديربي لندن توتنهام وارسنال شفت المباراة ازاي ويمكن هما من الفرقتين في دلوقتي في اربع فرق ما تغلبوش لغاية دلوقتي المان سيتي لباركول وانتر وانتر شفت الدرب ازاي شفت المباراة فانيا ازاي مباراة فانيا ازاي مباراة فانيا قوية جدا جدا خلصت دقا ستين خلاص تحس ان الفرقتين بيرتدوا دايما ارسنال وتتنهام وارسنال وتشريس ديربيات لندن ميرتدوا باتنين اتنين لو حصلت اتنين اتنين ما بيروحوش للتالب دي ابدا ارسنال بدأ كويس وكانت الدنيا يعني معقولة بشكل كبير بس يعني بحس احيانا برضو يعني في حتة ارتتال محتاجي يتعلمها ايه 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 حتة لنقصة دي تأفيل المتش دي اللي بخسرته الدوري السنة اللي فاتت ان يبقى مثلا كسبان اتنين صفر في الدقيق عشرة مع مثلا بس ما يقلبش منك فانت بتنفس على الدوري اتنين صفر في الدقيق عشرة مالش ده هو رجل ده ما بتعلمش ده جورديولا لحد من 3 اربع سنين كان دي كان دي على فكرة كابتن مشكلة جورديولا انه بيلعب بيلعب ريال مدريد مثلا في السنتاجو برنابيو وطوفان هجمات طوفان هجمات ويوم طلع محرز ومتأكد انها 1 صفر فيبص اللي هي 3 احد احنا بيبقى فيه قرارات اللي هو عمله السنة اللي فاتت مثلا جورديولا وكانوا بيقوله غرور وضامن وشكل لا ما تعلموش ده في اسبانيا اسبانيا مش دي المدرسة مش دي الكورة بتاعت اسبانيا اسبانيا هو عايز ييدوس عليك يفضل الكورة في رجليه ييدوس ويجيب 4 و 5 و 6 ييدوس ويجيب 4 و 5 و 6 ييدوس ويقتل الماتش دي طريقته في قتل الماتش تمام لو ده لو ده جورديولا عمله السنة اللي فاتت وعرف فيه ياخد بيه اوقات في الماتش بس حتى السنة اللي فاتت ومنشستر 6 بيلعب أرسنال بيلعب انتر في نهاية الشامبينز ليج انتر كان أخطر منه بمراحل وكان يقدر يعقد عليه الأمور بس يعني الحظ خدم جورديولا زي ما كتير تخلى عنه في اوقات كتيرة في الشامبينز ليج أرتيتا كتلميذ لبيب انا بشوف ان الحتة دي مفقودة تماما عنده الأرسنال ما بيعرفش يسير نتائج مباريات عرف يعمل منتدات عرف يرجع من بعيد دي حاجات أرتيتا فعلا دخلها بالحماس وبالقوة وبالمنتلتي وبالقوة الفنية ما خلنا نقول ده بس دايما الماتشات بتاعة أرسنال أرسنال ما بيعرفش يسير الماتش يعني تحس انه لو اتعقد منه او بقى خصم كبير أرسنال بيبقى ايه يعني بيواجه مشاكل تحت إقادة مايكل أرتيتا في الموضوع دي كابت صحيح أكلمك كمان على برايتون كمان برايتون عمل شكل جاي جدا لكن طبعا عايز أقول لحضراتكم خبر يهم جماهيري النادي الأهلي بشكل كبير الفيفا أعلنت صدور تذاكر المونديال كاس العالم للأندية والفيفا بيطرح عبر موقعها الرسمي الدفع الأولى من تذاكر مباريات المونديال للأندية بكرة إن شاء الله يوم الثلاث وطبعا يعني جماهيري النادي الأهلي ما بتتوساش ومحفل ودايما حفلة كبيرة ودايما أنا شايف إن كاس العالم للأندية بقى آيقونة النادي الأهلي ودايما خلاص بقى من البطولات المفضلة للنادي الأهلي كل التوفيق طبعا لفرقتنا وإن شاء الله بإذن الله يعني التواجد الجماهيري للنادي الأهلي هو يعني الجوهرة هو رومانة الميزان في كل البطولات إن شاء الله كل التوفيق برايتون سريعا شايف كمان برايتون ودلوقتي في المركز التالت ماشي بلعب بلعب كورة جميلة جدا كورة هجومية كورة متزنة بشكل كبير ديزيربي ده مدرب مسير لإعجاب لدرجة يعني أنا بصراحة ما فيش مدرب عجبني كده من فترة لأن انت بس مش يعجبك إطالي كمان يعني يعني لا وجايب شكله 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 جايب وقته هو ما خدش مثلا إعداد طويل صح المدربين دوله احنا افتقدناهم جدا يعني جراهان بوتر مثلا آه أمشي وعمل ببرايتون حاجة جميلة لما مشي المفروض في التيم ده خلاص كانت فكه وكل حاجة بس تحس أنهما كانوا مصطادين يعني في حاجة في البزنس يقولك إيه الهيد هونتنج أن أنا إيه أنا مصطادر راس دي عشان أنا أنا ما فيش حد هيحلل المشكلة غير ده بزيربي لما جي والحاجة يعني الحاجة الملفتة جدا في برايتون أن تحت أي ضغط من أي خصف حتى السيتي حتى ليفربول بيعرف يطلع بالكورة مظبوط لما كان عنده حال زي روبرت سانشيز السنة اللي فاتت واحد من أفضل حراس العالم اللي بلعب برجليه ميشي راح تشلسي لأنه ضافع فيه برضو رقم خرافي كده خمسين مليون يورو تقريبا لما ميشي تمام بنبدأ تاني الهجم عادي لما كايسيد اللي هو أهم عنصر كان بيجيب لك الضغط تمام خلينا نبدأ عادي باللعابة اللي عندنا دلوقتي حاليا دلوقتي عنده خطه هجوم مميز جدا إيفن فركسون مهاجم محترم جدا جدا عنده 20 سنة مهاجم عنده 20 سنة تمام السنة اللي فاتت خد ماتشو واثنين وثلاثة هو أمشي انجليزي لعب عشر ماتشو إيفن جاب خمس أو ست أهداف السنة دي أساسي المهاجم الرئيسي كل ماتشو جون على الأقل عنده أجنحة عنده ميتومة بالمناسبة كابتن ميتومة دارس ترئيس دارس دارس محضر محضر دراسات عليا في الدريبلينج ده مش مبلغة هو عنده هو ده مشروع التخرج هو عنده مناء السكيلز ده الدريبلينج وعمل عليه مشروع عمل عليه دراسة أكاديمية دراسات أكاديمية واخد بده شهادة فهو ده اللي بيحصل في الملعب ميتومة الدريبلينج مش ممكن عنده حاجات كده مفقودة من أم رونالدين يعني اللي هو اللي هو بس هو تحس هو فعلا الروبوت يعني مصنوع في اليابان فعلا وبيعمل ده ومن عناصر قوة اليابان المهمة انسوا فات المارش اللي فات برهن أنه هو قادر يدي وبدأ يدخل في المنظومة لعاب زي سولي مارش حاجة يعني لو تشوف اللعاب اللي طلعت من برايتون سيبك من كل اللي هم نتكلم في ده وكرة جميلة شوف مين اللي طلع وشوف الفريق بيتحسن ازاي بعد يعني طلع ماكالستر وطلع كايسيدو وطلع روبرس سانشيز آه فضلت محافظ انت رفضت النمارش يمشي رفضت النميتومة يمشي لا بس عناصر مميزة خرجت يعني أي فريق ممكن جدا الحتة دي تأخذل تحت شوية بالعكس انت شايف نفس مش نفس أكثر أفضل أداء انت التالت لحد الجولة السادسة ممكن الموسم ده يروحوا دوري أوروبي بس السنة دي راحوا دوري مؤتمر السنة اللي جاي يروحوا يوروبا ليج السنة اللي بعده يروحوا شامبيونز ليج عادي تبقى الأمور سهلة ايه اللي انت تطلبه من نادي كان من أربع سنين أو خمس سنين في الدرجة التالتة أكتر من كده هو ده وده اللي خليك تقول برضو ان التوزيع بتاع يعني ان الانجلترا نموذج في مسألة انه دعم الفريق الصعد من تحت انه على عكس اسبانيا وعلى عكس فرنسا وعلى عكس وعلى عكس إيطاليا لا انت بتدي رقم كويس جدا وبتصرف على الشامبيونشيب والبطولة التانية اللي عندك صرفه محترم جدا سواء في البس أو في انك بتحفز التلت فرق انهم يطلعوا يعرفوا نفسه الحيتان اللي في البريمير ليج فدي يعني الفير بلاي كما يقول الكتاب يعني فانا شايف ان تجربة بريتون تجربة ملهمة جدا طيب نتكلم على لعيبة خرجت والاداء في تحسن كبير جدا لبريتون نتكلم على المان سيتي خروج برضو كانسلو خروج رياض محرز ما حسناش بالموضوع بشكل كبير وان المان سيتي بالعالمة الكاملة يعني هو كانسلو رياض محرز ما كانوش ابدا يعني وطبع رياض محرز لعيب كبير وكل حاجة كانسلو السنة اللي فاتت قضاها نصها متخانق في الستي ونص تاني معارف البير بس حتى محرز ما كانش ابدا هو عنصر فارق وجميل بس ما كانش اهم مع ناصر في بجوارديولا ابدا يعني يعني ما حطوش على نفس الحاجة مع دي بروين او مع هالند او مع فودن حتى هو خد اكتر منه السنة اللي فاتت رغم ان محرز رقميا ولعيب اتقل بكتير من فودن لسه وكريره اعلى بس مثلا عنصر زي دوكو مثلا اللي دخل في التشكيلة دي مشكلة كبيرة لا ده مشكلة على البريمير ليج يعني ولسه ما قالش ده لسه الليلو اه يعني ده ستيرلينج المعدل طبعا ده ترتيب طبعا المان سيتي بالعلامة الكاملة ليفر بول في المركز الثاني برايتون في المركز الثالث توتين هام الرابع بربعتاشر نقطة الارسنال الخامس بربعتاشر نقطة أستون فيلا لا بأس بداية جيدة جدا لأستون فيلا في المركز السادس ب12 نقطة أوست هام يونيتد السابع بعشر نقطة ديوكاسل بتسع نقطة في المركز الثامن المان يونيتد في المركز التسع بتسع نقطة كريستيل بالاس العاشر بتمع نقطة فولهام حداشر نوتنقهام اتناشر برينفورد في المركز 13 بשت نقات تشيلسي في المركز الأربعتاشر خمس نقاط طبعا بداية سيئة جدا ايفرتون يعني الفوز الأسبوع اللي فات يمكن بقى في المركز الخمستاشر وولف الحامتون في المركز ستاشر أربع نقاط والأربع الفرق الأخيرة بورموس في المركز سبعتاشر تلات نقاط وكل من لوتون تاون بيرنلي وتشيفلد نقطة وحيدة أبو حمد بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا على فكرة دايما بتشرفنا وبتنورنا ويكون بإضافة يعني كنا عايزين نلحق نتكلم على قولي سريعا رأيك في ديربي طبعا أتلتكو مادريد وريال مادريد بس عشان يحاب الجنيدي أتلتكو استحق الفوز تماما الباكات السيميوني بيكتشفها يعني لوني في الماتش ده بصراحة عمل ماتش الباكليفت حتى لما خافجها لنزل مكانه ماتش كبير التلات أهدف بنفس الطريقة مشاكل كتير في عمق دفاع ريال مادريد بغض النظر على مسألة الحكم والمبالغات ريال مادريد استحق الهدف بصراحة يعني استحق الهدف نهاية الشروط الأول أنا شايف أن القواعد بتاعت التسلل بقت يعني ريستريكتد أكتر من اللازم فأنا شايف أن ريال مادريد استحق ولكن أتلتكو مادريد استحق هدف ريال مادريد ولكن أتلتكو مادريد قاسة على التسعين دقيقة كان الطرف الأفضل بلا أدنى شك نشكرك شكرا جزينا أبو حميد نورتنا شرفتنا شكر متواصل لحضراتكم دي كانت نهاية حلقتنا من نهاردة في المحترف هشوف حضراتكم إن شاء الله يوم الاتنين اللي جاي في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف